أهلاً قبلاً أكثر من نصف قرن لعلّي ذكرته هذا مرة المُفكّر الألماني الكبير قال ألبرت شفايتسار قال المُستقبل سيكون للأديان الأخلاقية وهذه العبارة ذكية جداً 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 وأنا أحدث بصوابها قبل ألبرت شفايتسار ألبرت آنشتاين أيها الإخوة صاحب النسبيتين كتب يقول أنا أُرشِّح الديانة البوذية لتكون ديانة المُستقبل الكونية عجيب ليه البوذية يعني؟ قال البوذية ستكون ديانة المُستقبل ليس أي ديانة أخرى ليس دينته ليس ديانته اليهودية مثلاً طبعاً ولا يستثني ديانة أخرى لماذا؟ قال لي أسباب تتجنب الإله الشخصي وهذا كلام مجال نقاش طويل اثنين تتجنب الخلافات اللاهوتية خمسين ألف فرقة وخمسين ألف نقاش وبروتستانت ألف فرقة في أمريكا الآن بروتستانت ألف فرقة بروتستانت كلهم ألف ونقاشات الكاثوليك وشي عجيب وفي الإسلام طبعاً ما معتزل أو خوارج كذا ممكن نقول هذا يعني ثالثاً ويجتمع فيها يتضافر فيها الروح مع الطبيعي ولحظات قابل النقاش قابل النقاش واحد يقول لي يا الإسلام والإسلام اليوم أكثر انتشاراً أنا أقول لكم باختصار كما نلاحظ على الأقل وقد يكون هذه الملاحظة انطباعية أكثر ناس الآن يفلحون في نشر الإسلام جماعة الدعوة والتبليد جماعة غلابة طيبون على باب الله كما نقول علم قليل دعوة يسير جداً ما في دعوة ناس بوسطاء جداً جداً تعرفوا لماذا؟ على أسس أخلاقية الغرب يرى التواضع الربانية خدمة الناس الإبتسام الدائم على الوجوه ها؟ قال لك هذا دين عظيم جداً ندخل في الدين يلا فكرنا على الله بها ببساطة هؤلاء لهم الآن أكبر الفضل في نشر الإسلام جماعة الدعوة والتبليد ليس أقطاب السنة ولا أقطاب الشيعة الذين يفتي بعضهم بكفر بعض وذبح بعض لا 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 هم هؤلاء الغلابة يعملون ببساطة من غير عجيج ومن غير طحين كبير أيها الإخوة طحن جعجع نعود الآن إلى المسألة لماذا لا تنتشر الهندوسية؟ طيب تحدثنا عن ديانات شرق أقصوية بوذية والهندوسية أين هي؟ الهندوسية من أكثر أديان العالم تسامحاً الهندوسية تقبل الجميع ترى كل الأديان والمئة والأفكار طريق إلى الله ديانة متسامحة أماماً تعلمون لي ماذا؟ إذا كان الكلام عن الديانة الأخلاقية وفق تعبير فالهندوسية تسامحها لا إنساني تسامح لا أخلاقي هذا تحليل الشخص لماذا؟ لأنه مؤسس على اللا أخلاقي وعلى اللا إنساني المؤسس شانكارا في الهندوسية وافق أن يستعبد البشر بعضهم بعضاً وأن يتملك البشر بعضهم بعضاً قالوا هذا عادي هذا أمر أخلاقي لا هذا لا أخلاقي وهذا لا إنساني نظام الطبقات المخمس هذا الصارم جداً جداً الذي يمنع أن يتحرك أو يتزحزح أي أحد من طبقة إلى طبقة أعلى ممنوع ممنوع شانكارا قال هذا الشيء طبيعي ممتاز هذا ممتاز مثل أرسط وأفلاطون ما ينفعش البوذية بالعكس تخففت من هذا تماماً وهي نسخة منقحة جاد تخففت من هذا تماماً طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه والإسلام الإسلام؟ ليس لأنني مسلم عنده عطاء أعظم كل هذا الكلام كله والله العظيم لكن المشكلة ليس في الإسلام كما هو المشكلة في الإسلام كما ينتج في خطاب المسلمين اليوم أو في خطاب الإسلاميين في خطاب هؤلاء النفر من الناس بالذات أيها الإخوة لا 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 يمكن أن يكون هذا الإسلام صالحاً للتعميم والكوننة والعولمة لا يمكن لا يمكن هذا ستخشعر منه أبدان العالمين هذا الإسلام الإسلام الذي يصف أختك وأمك اتصل بأحد هؤلاء المساكين وهو شاب متعلم وأمه ناشطة قال لي أقسم بالله قال أمي فاضلة لا تقطع فرضاً هي علمتني الدين حببتني في الدين ولكنها قالت سأخود السيارة قيادتي لسيارتي أشرف من أن يقود بي إي فلبين أو هندي ليس من محارمي وأن يخلو بي سأخدها بنفسي يا أخي لماذا؟ قال وخارج الشيخ فلان فلاني نعرفه أنا لا أذكر أسماء الحمد لله خارج يقول الفاسقة أنا سمعته يقول أقل ما أقول في هذه المرأة إنها فاسقة فاسقة هكذا تنتهك أعراض المسلمات المصونات يا رجل يا شيخ يا صاحب الفتاوى علوف الفتاوى له على الموقع موقعي في الانترد قال أقل ما أقول فيها إنها فاسقة أنا وهذا الرجل أبو محمد كنا في حج مرة وتركنا صحن الكعب المشرب بعد صلاة الفجر صاخطين غاضبين هذا هو تعرفون لماذا؟ جلس أحد هؤلاء المشايخ لا أقول علماء شيخ يدرس عن النقاب وجهة نظر يا سيدي كن مع النقاب نحن مع الحجاب أو مع الجلباب بلا نقاب ما المشكلة العلماء اختلفوا ولا يزالوا في هذه المسألة الأمة قال وكل من لا ينقب زوجته ولا يلزمها بالنقاب طب ديوث قلت له أخر جهة فوزي نحن ديوثون ما أعود أجلس في هذا المكان صح؟ قلت له سأهرب من هذا المكان لا قد زب ابنه أي مون تخاذ يا أخي؟ ستصدر الدين بهذا العقلية؟ بهذا الانغلاق؟ بهذا التعصب؟ بهذا القطعية؟ سببتم هنا وسببتم أعراضنا وسببتم شرفنا؟ ماذا بأخير للناس؟ كتب مرة يقول الإنسان ما يفرق بينه وبين غير الإنسان أن الأول هو من يكترث بالآخرين كل من عنده اكتراث بالآخرين هو الإنسان اكتراث بمشاعرهم، بأحاسيسهم، بأوضاعهم، بظروفهم، بشروطهم تفهم لها، هو هذا الإنسان فأي خطاب غير إنساني ينتجه وينضغه هؤلاء البشر من الناس، هؤلاء الأنفار من الناس نسأل الله لنا ولهم والمسلمين والمسلمات الأجمعين الهداية والتزديد والتوفيق وأن يجعلنا الله ممن يسمح ويبصر وممن يفقه ويعقل أقول قولي هذا وأستغفر